التمكين طبعا كما يعلم الجميع تم تجازة هذا القانون في اجتماع للمجلسين المجلس الوزراء ومجلس السيادة في اجتماع مشترك باعتبار انه هذه هي الجهة او السلطة التشريعية الى حين تشكيل المجلس التشريعي كما ورد في هذا القانون ان هذا القانون تسود احكامه على اي قانون اخر في حالة التعارض وهذا ما يعطينا حقيقة مساحة لكي نتحرك في تحقيق الاهداف التي من اجلها صدر هذا القانون واللي هي متمثلة في ازالة التمكين للنظام المباد ومحاربة الفساد واسترداد كل الاموال المنهوبة من الشعب السوداني خلال السلسين عام الماضي الغانون طبعا نص في داخله على تشكيل هذه اللجنة ومنح هذه اللجنة ايضا الحق في ان تشكل لجام مساعدة لها وبالتالي نعتبر لجنتنا لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال هي الاداء المناطبية تنفيذ كل ما ورد بالغانون ولانجاز عمل اللجنة وكما تشاهدون على الشاشة تمت هيكلة هذه اللجنة وقمنا بتشكيل لجان يعني صاب كوميتي الداخلية داخل هذه اللجنة المركزية لكي تغمون بالاهداف رجع عليه ورحمة الله الاولى هذه اللجان هي لجنة تصفية المؤتمر الوطني المحلول وكذلك الاموال والاراضي السكنية والذراعية والعقارات والشركات والمؤسسات الحكومية وكذلك المنظمات والجماعيات ومراكز التدريب فيما يتعلق بالشركات الحكومية أيضا مناطبين النظر في كيفية أو الإجراءات التي اتبعت في خسخصة هذه الشركات والفساد الذي تم في عملية التخصصة الخسخصة كذلك نراجع المنظمات والجماعيات ومراكز التدريب التي اعتبرت حقيقة أو تم تأسيسها كواجهات للنظام الغديم والحزب المباد كذلك مراجعة كل العبودات والمشتروات الحكومية خلال الفترة الماضية والتعاقدات والعطاءات والعربات والآليات أيضا من مهام هذه اللجنة مراجعة المصارف والغروض والاعتمادات التي تمت خلال الفترة الماضية والمشروعات الاستثمارية والإعفاءات التي تمت لبعض المؤسسات سوى كانت إعفاءات ضريبية أو إعفاءات جمركية لأن كل ذلك يشكل شكل من أشكال الفساد وكان الغرض الأساسي يا إما تمكين مجموعة يا إما تمكين شخص يا إما تمكين فئة نحن مناطبنا إزالة هذا التمكين وتفكيكه كذلك أيضا الضرائب والجمارك والفساد الذي تم داخل النغابات والاتحادات المهنية وكذلك داخل مؤسسات الخدمة المدنية لأن هناك أيضا تمكين تم داخل مؤسسات الخدمة المدنية ابتداء من تسعة وتمانين وحتى صغوط النظام المهم أيضا أن هذا القانون يعتبر الآن في نظرنا وفي نظر المشرع الذي شرع هذا القانون أن هذه اللجنة هي الأدى الحقيقية لتحقيق أهداف السورة وشعارات المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك بنية النظام الغديم وفتح الطريق لإغامة نظام تعدد ديمقراطي تسود فيه قيم المواطنة كأساس للحبوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين لا أساس اللون لا العرق لا الدين لا الأصل الاجتماعي أو الجهوي ولا الانتماء السياسي لأن التمكين تم تحت هذه اللافتات أي واحدة من اللافتات التي ميزت بين المواطنين سواء كانت داخل الخدمة المدنية أو سواء كان تمكين اقتصادي لبعض الأشخاص تحت مسميات عدة وممكن الشعب السوداني يعرف ما أعرف بفقه السوترة وغيره من المساعد الغانون حقيقة لأنه بسود على كل الغوانين يتجاوز كل العقبات ومنحنا بنفتكر أنه ما في عقبات تشريعية أو قانونية ستواجه هذه اللجنة كل المطلوب إننا نحن محتاجين للمعلومات وبالتالي بالناشر المواطنين يعني السودانيين وكل من يمتلك معلومة بمد هذه اللجنة بالمعلومات أيضا هذا الغانون يغسر الطريق في استرداد الأموال لأنه الغانون منح اللجنة حق استرداد الأموال متى ما ثبت أن هذه الأموال أموال منهوبة وهي أموال تعود للشعب السوداني أو أموال تم تخصيصها خارج المصارف التي يمكن أو كان يجب أن تصرف فيها حسب الغوانين الموجودة أيضا نحن نراجع في ذلك هناك أيضا بعض التشريعات والقوانين التي مكنت للفساد خلال الفترة الماضية وذي برضو من المسائل التي تراجع اللجنة ولكن هذه القوانين هي اختصاصات الغاءة اختصاصات المجلسين في الوقت الحالي أو المجلس التشريعي بعد التشكيل نحن نفتكر أنه إزالة التمكين بساهم بشكل سريع حقيقة في رد الحقوق والمظالم بصورة عاجلة للمواطنين أو للخزينة العامة وفي هذا الاتجاه نسير لأن هناك ظلم كبير جدا وقع على كثير من القطاعات سواء كانت جهات اعتبارية للشعب السوداني أو شخصيات طبيعية أو مواطنين عادين أيضا استرداد هذه الأموال بموجب هذا الغانون أيضا يساهم ويدفع بعملية التنمية والضخ لأموال حقيقية للخزينة العامة لأن كل الأموال التي نقوم باستردادها تقول لوزارة المالية وبالتالي يمكن أن توظف في مشروعات التنمية أو توظف في المشروعات الخدمية ويفغي ما يراه الجهاز التنفيذي لكن طبعا ما اختصاصنا أننا داخل اللجنة في التوظيف هذه الأموال مهمتنا أن نرد هذه الأموال للخزينة العامة ونحن بنقول على قدر الحسي ماشينا فوقه ده يعني أموال طائلة نحن بنقول أنها ستضخ الروح داخل الخزينة العامة للدولة نحن في المراغبة نحن نفتكر أنه نحن أيضا مطالبين وأنه أيضا نناشد المواطنين السودانين زي ما قلنا أنه كل يبلغ عن أي معلومة لأنه هذا الغانون أيضا يعطينا الحق في أننا نسترد الأموال حتى من الأشخاص الذين تملكوا هذه الأموال بطريق غير مشروع والبينة نحن ما علينا نحن متى ما ظهرت علامات صراء فاحش على شخص لا بد هو يثبت أنه من أين أتى بهذه الأموال ولسنا نحن في اللجنة المطالبين بأننا نتملك المعلومات ثم نتخذ على ضوها الغرار في مواجهة الذين أسروا صراء فاحش بشكل سريع دون وجود ما يؤكد أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريق شرعي وبالتالي البينة عليهم دي طريقة تسموها في قانون قسيل الأموال أو في قانون الصراء الحرام البينة معكوسة تكون البينة عليه وهو أن يثبت أن هذه الأموال قد تحصل عليها بطريق شرعي نحن في اللجنة حقيقة وفي إطار التواصل مع الجماهير والمواطنين وفرنا وسائل للتواصل معهم عندنا صفحة على الفيسبوك عندنا تواصل على الموقع الإلكتروني وكذلك نتغبل كل المعلومات بشكل مباشر في مقر اللجنة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم سابقا اللي هو في شارع الجمهورية نحن بنتغبل كل المعلومات وعندنا الناس موجودين يتغبلوا كل هذه المجتندات ونحن بنأكد لكل المبلغين أن هذه المعلومات ستصلنا في سرية تامة ونتعامل معها وفق هذه السرية وغير مطلوب من أي شخص أنه يورينا اسمه سوى أن يبلغنا بالمعلومات والمستندات إذا كانت عنده مستندات كاملة نحيي حقيقة في إطار التعاون بيننا وبين الجماهير وبيننا وبين السوار الموجودين على الميدان نحيي أيضا سوار سوبة الحقيقة هما أيضا يعني زي ما بقولوا تم غبض على مجموعة من المستندات ستعيننا إن شاء الله والآن معنا وكذلك السوار جبل أولية ولجان مقاومة جبل أولية وأيضا الدامر وفي الديوم واليوم أيضا في تعاون تام بيننا وبين لجان المقاومة أيضا تم الغبض على مستندات مهربة أيضا مستندات يعني نحنا نتكلم عن مستندات بدفار ودفارين وثلاثة واربعة على حسب اللواع هذه المستندات الآن موجودة الآن أمام لجنة إزالة التمكين وبدأنا بفرق من المراجعين والمتخصصين والمحاسبين حتى أنه يحدد المسؤوليات وأيضا يحدد الجرائم المرتكبة داخل هذه المستندات التي كان يراد التخلص منا أو حرغة أو إبادة نحن حقيقة أيضا عندنا مطالب برضو من طالب الناس التعديات التي حصلت على الميادين العامة وكل هذه الأنواع من الغضايا سواء كانت للأشخاص أو الأحياء نحن أيضا بنتغبل المعلومات داخل اللجنة وبأي طريقة من الطرق سواء كان الإيميل أو البريد الإلكتروني بتاعنا أو الموقع أو الاتصال المباشر بين في مغر اللجنة وإن شاء الله كل ما يتم التبليغ عنه ويتم التحري عنه وعلى ضو هذه التحريات والمعلومات والإفادات التي نحن بتريدنا ونتعامل مع كل الجهات المسؤولة والجهات المعنية بالأمر سنتخذ القرارات المناسبة وستصدر القرارات نحن حقيقة قدامنا مهام كبيرة جدا جدا وقدامنا تحديات نحن في اللجنة بنقول نحن على قدر هذه التحديات بمعونة طبعا المواطنين ونستطيع أن نواجه كل هذه التحديات عندنا إجراءات إدارية عندنا تمحيص للمعلومات عندنا استكمال لهياكل اللجنة لإزالة التمكين ودي أيضا فيها قرارات سنعزي عليكم اليوم إن شاء الله أمكن داء كلنا دارين نقوله وأيضا نؤكد للشعب السوداني أنه لن يكون منهج اللجنة عف الله عما سلف أي مال تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة من أموال الشعب السوداني سنسترد هذا المال ثم يحاكم هذا الشخص وأمام أجهزة العدالة ويحال إلى النيابة يعني نحن نرد المال لكن في نفس الوقت حيحال من ارتكب هذه الجرائم إلى النيابة ثم بعد ذلك يحاكم المحاكمة العادلة أمام السلطة القضائية نحن نفتكر أننا نحن نحتاج حقيقة لكي نعبر للمرحلة الغادمة أن نعبر بالبلاد بملفات نظيفة في كل ما يتعلق بالخدمة المدنية أو في ما يتعلق بمؤسساتنا الاقتصادية أو شركاتنا وكذلك نزيل كل التشوهات التي تمت في الخدمة المدنية وأيضا في مجال الخدمة المدنية نقول أنه برضو من اختصاصاتنا كل من تم تعيينه على أساس التمكين أو على أساس الولاء والذين تمت ترغيتهم دون رفاقهم تجاوزين فيه قانون الخدمة العامة كل ذلك سينظر داخل اللجنة وسنتخذ فيه القرار والمناسب وبالتالي نؤكد هنا برضو أن قانوننا هو قانون يسمي حتى على قانون الخدمة العامة الذي كبل المسؤولين كبل الجهاز التنفيذي من اتخاذ قرارات في مواجهة هذا الخرغ الكبير داخل مؤسسات الخدمة المدنية نحن بفتكر برضو ده مدخل حقيقي للتعافي والتصافي الاجتماعي بأن نرد هذه الأموال المنهوبة إلى أهلها حتى نبدأ صفحة جديدة نحارف فيها الفساد جميعا نرد فيها كل الأموال لشعبنا العظيم هذا الشعب الذي صبر كثيرا طوال السلسين عامنا الماضية على هذا الفساد الكبير ونحن اليوم عندنا مجموعة من القرارات الهامة سريع لنا لكم أستاذ الدكتور صلاح مناء الناطق الرسمي باسم اللينا فضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم القرار رقم عشرة تكوين لجان فرعية في الولايات استنادنا على المادة سبعة الفغرة واحد كاف من قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين 2019 ووفقا للسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصم أولا تكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في الولايات من الجهات الآتي والي الولايات رئيسا ممثل الحرية والتغيير مغررا ممثل قوات شعب مسلحة عضوا ممثل وزارة الداخلية عضوا ممثل الدعم السريع عضوا ممثل وزارة المالية عضوا ممثل وزارة العدل عضوا ممثل بنك السودان عضوا ممثل جهاز الأمن والمخابرات عضوا أربعة أعضاء من قوى الحرية والتغيير بالولاية أعضاء ثلاث أعضاء من المكونات المحلية اختصاصات اللجنة التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية أو أي أزرع حزبية أو سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام 30 من يونيو التوصية للجنة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المسكورة في المادة 7 واحد ألف وبا وحصع الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوز أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها انشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو قير مباشرة التوصية للجنة بعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة 7 واحد شرطة ألف وبا توصية للجنة العليا باتخاص التدابير والإجراءات والدعاوة ضد أي شخص محاربة للفساد والمفسدين أو ضد أي فساد أو مشكلة شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أي جرائم أخرى ترغي إلى الفساد الآلي والإداري أو القير مشروع على حساب الدولة أو القير أو استغلال النفوز أو سوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو أي من التصرفات مخالف القانون مع التعويض عن أي كسب للنفس أو للقير أو خسارة اللي يحقت بأي شخص طلب التقارير والمعلومات من مؤسسة الدولة وإكهزتها اللجنة في الولاية هي دائما ما عليها تأخذ قرارات إنها ترفع توصية للجنة العليا واللجنة العليا هي التي تأخذ القرارات استدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات أن تطلب أو تطلع أو تحجس بواسط النيابة العامة حسابات أي جهة من الجهات الواردة في المادة 7 ألف واحد ألف وبأ من قانون تفكيك النظام سالسنا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الغرار رقم 11 استرداد موجودات وامتركات منظمة معارج للسلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي استنادا للمادة 7 الفغرة واحد بأ من قانون تفكيك النظام السلسين من يونيو وإزالة التمكين 2019 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصا نستريد موجودات وامتلكات منظمة معارج للتنمية وفقا للتفاصيل الآتية العقارات القطع رغم 5 3 9 مربع 10 الدمازين البالغ مساحتها 63 450 متر مربع مخصصة لمجمع معارج للسلام والتنمية والدراسات الإسلامية القطع رغم 10 23 مربع 9 كافوري بحري مساحتها 600 متر مجمع النور الإسلامي الناظر للوقف علي حسن أحمد البشير وسوف يحول الناظر إلى وزارة الشيون الدينية والأوقاف مجمع النور والمولى الذي ضمن مجمع النور الإسلامي 3 الغطعة 991 مربع 9 كافوري الخرطون بحري مساحتها 2 420 متر مخصصة لمؤسسة معارج للسلام والتنمية 4 الغطع رغم 1007 مربع 9 كافوري بحري مساحتها 225 متر مخصصة لمعارج للسلام والتنمية 5 الغطع رغم 10 19 مربع 9 كافوري مساحتها 600 متر مخصصة لمؤسسة معارج للسلام والتنمية 6 الغطع رغم 10 20 مربع 9 كافوري مساحتها 600 متر مخصصة للمنظمة 7 الغطع رغم 10 21 مربع 9 كافوري 600 متر مخصصة للمنظمة 8 الغطع رغم 994 مربع 9 كافوري مساحتها 1375 متر 9 القطع 10 القطع رغم 997 مساحتها 815 متر 11 القطع رغم 998 مربع 9 كافوري مساحتها 225 متر 12 القطع رغم 999 مربع 9 كافوري مساحتها 225 متر 13 القطع رغم 1000 مربع 9 كافوري مساحتها 225 متر 14 القطع رغم 1001 مربع 9 مساحتها 225 متر 15 القطع رغم 1002 مربع 9 كافوري مساحتها 225 متر 16 القطع رغم 1003 مربع 9 مساحتها 225 متر 17 القطع رغم 1004 مساحتها 225 متر 18 القطع رغم 1006 مساحتها ميتين وخمس وعشرين متر تسعة اتاشر القطع رغم الف وثمانية مساحتها ميتين وخمس وعشرين متر القطع عشرين القطع رغم الف وتسعة مساحتها ميتين وخمس وعشرين متر واحد وعشرين القطع رغم عشر عشر مربع تسعة مساحتها ستمية متر اتنين وعشرين القطع رغم الف وحداشر مساحتها ستمية متر ثلاث وعشرين القطع رغم 10-12 مساحتها 600 متر 24 القطع رغم 10-22 مساحتها 600 متر 25 القطع رغم 10-14 مساحتها 600 متر 26 القطع رغم 10-15 مساحتها 600 متر 27 القطع رغم 10-17 مساحتها 600 متر 28 10-18 مساحتها 600 متر 29 الغطع رغم 10 21 مساحتها 600 متر طبعاً الغطع دي فيها مباني وفيها أبراج مشيدة نحن بذكرنا المساحات والغطع بساطة الأراضي وده يعني يدل على أنه هي مبالغ طبعاً تغدر بأكثر من 1 تريليون جنيه سوداني القيمة المبدئية التقدير المبدئ العربات هناك عدد من العربات 12 عربية عربة كامري عربة كامري عربة كوريلا كامري كوريلا لاندو كروزر بوكس دابول كاب برادو بوكس أتوس بوكس دابول كاب كوريلا 12 عربية طبعاً القرار تقول كافة المتركات السابقة والمتحركة لوزارة المالية عزل علي حسن أحمد البشير ناظر الوقف للغطعة 10 23 مربع 9 كافوري ومساحتها 600 متر الغرار رغم 12 حل مجالس إدارة بنوك استناداً على نص المادة 7 والفغرة 1 شرطة دال وها والفغرة 3 من قانون تفكيك النظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 ومقررات اللجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستداد الأموال نص درق القرار الآتي نصه أولاً حل مجالس إدارة البنوك الآتية بنك السودان المركزي بنك العمال بنك البلد بنك الثروة الحوانية بنك النيلين البنك الزراع السوداني البنك العقاري البنك السعودي السوداني بنك الأسرة مصرف المزارع التجاري مصرف الادخار مصرف التنمية الصناعية على الجهاد ثانياً على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ قرار رغم 13 إعفاء وإنهاء تكاليف مدراء البنوك استناداً على نص المواد 7 الفغرة 1 شرطة دال وها و12 الفغرة 3 من قانون تفكيك النظام للثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 ومقررات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه إنهاء خدمة مدراء البنوك الآتية بنك العمال بنك البلد بنك الثروة الحوانية بنك النيلين البنك العقاري البنك السعودي السوداني مصرف المزارع التجاري مصرف التنمية الصناعية ثانياً عن الجهاد ذات الصلة وضع القرار ووضع التنفيذ قرار رغم 14 حل مجالس إدارة شركات ومؤسسات استناداً على نص المادة 7 والفغرة 1 شرطة باء ودال و12 والفغرة 3 من قانون تفكيك النظام للثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 ومغررات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه حل مجالس إدارة شركات المؤسسات الآتية صندوق ضمان الودائع المصرفية الوكالة الوطنية للتنمية للوكالة الوطنية للتنمية وتوميل الصادرات الشركة السودانية الليبيا للتنمية والاستثمار المحدودة شركة السودان للخدمات المالية المحدودة شهامة الشركة السودانية للخدمات البريدية سودابس صندوق الوطن للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شركة السودان للأقطان المحدودة شركة الصمغة العربي المحدودة ثانيا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الغرار رغم 15 إعفاء وإنهاء تكاليف مدراء شركات ومؤسسات استنادا على نص المادة سبعة والفغرة واحد شرطة دال وهاء واثناشر والفغرة ثلاثة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأسفة تسعمية تسعة وتمانين وإزالة التمكين لسنة الفين وتسعتاشر ومغرارات تنين إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستداد الأموال نصر القرار الآتي نص إنهاء خدمة مدراء شركات ومؤسسات الآتية صندوق ضمان الوضاع المصرفية اتنين مدير شركة السودانية لخدمات المحدودة ثلاثة مدير شركة السودانية المحدودة المكلف أربعة مدير شركة السمغل العربي هذه القرارات إصدرتها اللجنة العلية لإزالة التمكين وهناك قرارات إن شاء الله في الأيام القادمة ونحن طبعا تم تأجيل لظروف إنه كان عندنا إعداد وعندنا الآن قرارات إن شاء الله في الأسابيع القادمة وهي قرارات من مصلحة الشعب السوداني وعمل اللجنة ومصبيب عمل اللجنة استعادة واسترداد أموال الشعب السوداني بخصوص العمل الإعلامي اللي هو المؤسسات الإعلامية اللي تعتبر واجهات للمؤتمر الوطني طبعا تم حجز على قنوات الشروك وصحيفة السوداني وصحيفة الرأي العام وطبعا تم إرسال المراجعة العام وبالذات اعترضت صحيفة المراجعة العام السوداني على دخول المراجعة العام وكان هناك غرار مكتوب بعدم قبول المراجعة لأسباب زكروة هما في نص الخطاب وطبعا اللجنة من أول يوم نحن في أول مؤتمر صحفي قلنا نحن نسوا ضد العاملين ولا ضد المادة الإعلامية ولا ضد الرسالة الإعلامية بأي شكل من أشكال فبالتالي نحن المصلحة الوطنية تضي أن العاملين أن نهتم بحقوقهم ومرتباتهم وطبيعي فبالتالي نحن قررنا أنه يتم تعي مفوض من اللجنة لإدارة المؤسسات الإعلامية ويصرف عليها من ناحية المراجعة المالية والإدارية وأيضا لمعاودة الصدور لأنه الآن يعني في قرارات سوف تصدر القرار لن يصدر باستعادة هذا الرمال لأنه المسألة الموجودة الآن تحقيق كامل ولدينا أدلة ومعلومات قوية جدا من النيابة العامة ومن كل الجهات لديها عمل يعني تحقيق سابق في هذه المؤسسات الإعلامية فبالتالي نحن بنرى أنه تعيين المفوض بسهل علينا كثير جدا جدا وبسهل العامل ممكن يكون في خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم يتم يعني مراجعة كل الأشياء ونحن حرصين كل الحرص أنه العاملين تكون حقوقهم وتصلوا مرتباتهم من تأمين صحي وكل الأشياء الأساسية لكي يعيشوا حياة كاملة وهم آضلوا من أجل وصناعة هذا الموقف نحن الآن في هذا الوضع لو لا وقوف الإعلاميين الذين وقفوا مع السورة لما كانت والما كانت السورة أن تنجح وتعبر إلى هذا ونحن نتمنى يعني أن يكون هناك تعاون من كل المواطنين السودانين في كل القطاعات لأنه المسألة حتى العاملين في هذه المؤسسات نحن نطلب منهم التعاون لأنه الهدف الأساسي استعادة الأموال ونحن لدينا معلمات مؤكدة أنه بعض المؤسسات التي ذكرناها هناك عشرات الملايين عشرات من الملايين خرجت لصناعة واجهة إعلامية للمؤتمر الوطني وتم تنويلها من أموال الشعب السوداني ونحن حارسين كل الحرص أنه نستعيد هذا الأموال ونعيدها للشعب السوداني ولكن نحن نصد ضد المادة الإعلامية ولا ضد التوجه الإعلامي وهناك حرية وديمقراطية ونحن نتكلم من أجل السلام والعدالة فبالتالي العدالة تقتضي أن العاملين يرجع إلى مكانهم وأن تستمر صدور الصحف هذه ولكن القرار سوف يصدر باستعادة هذا الأموال إلى الشعب السوداني تدير المادة الإعلامية وتديرها بكل حرية والمسألة الآن ستكون متاحة وأنا تمنى للجبوعة القادمة أن يكون هناك وضع مختلف وشكل مختلف لو في أي أسئلة فضل خلي الأخوة جواب على الأسئلة طبعا أسمع على الأسئلة محمد رسمان لا نسالك والإعلام نحلي المؤسسات الإعلامية الموضوبة باستفسر اللي جنة طبعا نوضح في الآخر عن عودة والشيكة للمؤسسات الإعلامية هنا من المتعل على التاريخ لأنه في بعض المؤسسات الإعلامية حاليا تأمين الطبي وتأمين الصش الساعة توقف تضرر العاملين وغسرهم مرة الشهر الأول لشهر واحد مرتبات لم تنزل للعاملين طبيقة مواجهين بالحجارات مواجهين برسوم مدارس وخصر على نهاية العام الفلاسية بعض المدارس رفوا برسوم الفلاسية جل النسبة لحقوق العاملين في المؤسسات وهل العودة تشمل لكل المؤسسات الإعلامية أو للمؤسسات معلومة الإعلامية محتلة طيب نجعب على السؤال لأن هذه الأموال أموال صادرة من أموال الدولة من القصر الجمهوري ووجهت لهذه المؤسسات حتى إنشاءها وبالتالي نحن من حقنا أن نتتبع المال الذي خرج من مؤسسات الدولة إلى أين ذهب وخرج ثم وجه إلى أين نحن ما عندنا اشتباه نحن عندنا معلومات وبالتالي كذلك مثلا على سبيل المثال قناة الشروق قناة الشروق حتى المالكها أغرى باستلام وهذه المبالغ وأنه بغض النظر عن إنها هي كم أغرى باستلام مبالغ في خلال بيام منشور وأفتكر إنه المسألة بتاعت الملكية دي يجب أن لا نوجهها الصراع بأنه والله نحن بنسترد الأموال ولن يعني أي حملة في مواجهة هذه اللجنة تتعلق باسترداد الأموال أنا أفتكر لن تجعل اللجنة تحيد عن تحقيق أهداف هذه اللجنة وما تم النص عليه في القانون نحن أيضا نؤكد على حقوق العاملين حقوق العاملين ليست لديهم أي علاقة بملكية هذه المؤسسة نزاعنا مع الملاك فيما يتعلق بالملكية مسألة العاملين والإعلامين والصحفين تتعلق بحقوقهم بعملهم داخل هذه المؤسسة ومباشرة نصيشاتهم لذلك قلنا أن هناك مكلف مهمته الأساسي لهذا المشرف أو المفوض من قبل هذه اللجنة الذي سيتم تعينه مراجعة الجوانب المالية وليست لديه أي يعني علاقة بأسة تحريرية سواء كانت لأي مؤسسة إعلامية أو صحيفة فيما يتعلق بحقوق العاملين الغرار سيشمل الصحيفة الصحيفة السوداني الآن هي المتوقفة وكذلك المؤسسات الإعلامية الأخرى مثل القنوات هذه لم يصدر فيها من اللجنة ولكن القرار وكما وعدنا العاملين إن شاء الله سيتم صرف كل الرواتب من الحسابات الموجودة بخطابات مننا نحن للمحجوز من هذه الأموال سنعالج كل القضايا المتعلقة بالتأمين الصحي والرواتب الخاصة بالعاملين وده مسؤوليتنا إلى أن نصدر قرار باسترداد هذه الأموال ومجرد صدور قرار باسترداد هذه الأموال ستنتغل مسؤولية الإدارة مننا نحن لوزارة المالية وللحكومة لتشرف بعد ذلك إداريا على هذه الأموال ولكن إلى أن نصدر ذلك القرار لأن القرار الصادر إجراء تحفظي تظل هذه هي مسؤولية اللجنة ونحن نائد كل العاملين داخل هذه المؤسسات التي صدرت في مواجهتها قرارات بالحجز على أرصدتها وحساباتها بحل كل هذه المشاكل الرواتب الرواتب تدفع من حسابات المؤسسة المحجوز عليها لأنه محجوز عليها من قبل اللجنة وبالتالي اللجنة بعد التشاور وتلقي المستندات من الإدارة المعنية بالصحيفة برواتب العاملين نحن بعد ذلك بنخاطب المصارف بالصرف من حسابات هذه المؤسسات طبعا لن ندحقهم لأنهم لا زالوا يعملون داخل هذه المؤسسات ولم يصدر قرار بفصل أي عامل داخل هذه المؤسسات سواء كان إعلامي أو حتى عامل بسيط نحن مسؤولين عن معالجة هذه القضايا إذا ما في سؤال عندنا حاجة أخيرة نؤكد أيضا أن اللجنة أصدرت قرار بتشكيل سبع لجان لمحليات ولاية الخرطوم السبع لجنة لكل محلية اختصاصات أيضا الاختصاصات التي تم النص عليها ولكن أيضا مثل ما ذكر في لجان الولايات هي ترفع توصيات للجنة المركزية أيضا فيما يتعلق الوزارات والمصالح التي أنشأت أو أسست اللجان للتمكين نحن نقول أي لجنة لم يصدر بها قرار من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد هذه اللجنة غير معتمدة لدينا وليس لديها أي صلاحيات وقد خاطبنا بذلك الوزارات نحن يا جماعة المطلوب من الوزارات هي المحافظة على المستندات والأموال الموجودة لحين وأي لجنة بنشكلها بناء على تقديراتنا وبناء على الطلب وحتى اختيار الناس بتم الموافقة عليهم من اللجنة ثم إصدار غرار بذلك عشان كده من أكد بأن كل لجليان الغير معتمدة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المركزية هذه لجنة غير معترف بها من قبل لجنتنا المركزية شكرا جزيلا